التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال اللقاء استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة موضحا في هذا الصدد ما يتم من جهود في إطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى وكذلك أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية كما تابع رئيس الوزراء أيضا خلال هذا اللقاء مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه شكرا